على الأسئلة والهاشتاج وماذا طلب السادة المتابعين من فارس وقسامة يلا بي محمد خليفة فريد شاوي أحب أشكر كابت شبير النفسية وجوده في القناة كانت الفرصة متاحة لأبناء الأهل المخلصين فارس وقسامة من التواجد بصفة مستمرة في الإسبوع الرياضي مع حارس الأهلي سؤالي في ذكرة الأهلي وزمارك خمسة ثلاثة أنتم شايفين أن المسلماني واللعيبة أصروا أصروا تبقى صادره وقالف أنهم ما عملوش نتيجة تاريخاتها تخطط ستة واحد بسرعة أسامة هي طبعاً على سبيل الضعابة طبعاً وده دايق بيتسو مسلماني بشكل واضح جداً وقال دايزي مطر سألت برضو اللي تحسبت على الأهلي ما كانش كان احتواء ما ده دي المباراة لكالبالك دي المباراة لإحتواء انت متخال ده زمن بايد نفسه لا لا الربط يوم خروج حاجة زي دي هو ذكرى المباراة لكالبالك ما هو دي الاحتواء يعني كأن التاريخ بيدي إشارات لبعد نبيل المصري ما تنسوش موضوع لجنة الانضباط وتصريح رئيسها اللي قال إن العقوبات كلها راحت للاتحاد والاتحاد حطها في الدرج يا كابتن والنبي طب ما نرجع لفصل الكورة فيه الكورة فيه العقوبة فيه هالعقوبة فيه احنا جينا شفنا رابطة الأندية بتخرج مطالبة وبيان للرأي العام بتقول فيه إن أصلانا والله ضحية أصل لجنة الانضباط ما بتخرجش العقوبات وتناشد وأول مرة شوفها في العالم ما هي دي من عجائب الرياضة المصرية إن لجنة في الاتحاد بتناشد لجنة أخرى عند الرأي العام طلع العقوبات أصل الرأي العام بيهاجمني وكأن حضرتك عارف أنت كرة اللحب للبعض طب أنا عايز أقول حاجة ببساطة دلوقتي لجنة الانضباط على تصريح على لسان المستشار شيرين فاهمي وأكيد أعتقد التصريح يعني منسوب إليه أكيد التصريح مؤكد فهو قال إن ما عندناش قصاصة ورق داخل لجنة الانضباط طب هنا السؤال العقوبات اللي ما فضلش منها قصصة ورق دي فين؟ فين عقوبة جوميس فين مروان حمدي اللي بيلعب رغم إن العقوبة خارجة بسي جوميس متحققش معنا ما أنا عايز أقول حضرتك حاجة ربما الواقعة اللي حصلة الواقعة اللي حصلة هي قدة الصلاحية للجنة الانضباط إن هي تاخد لإن داعت دا مباشر أنا حقا معاه في إيه لم يتم التحقيق مع جوميس ونوطة قويمة كابتش لو تفتكر قلت إن تم أخاف معروان حمدي ستة شهور وإنه إسم خالد مرتاجي جي ومحمد سراج جي وجرح جي وإنه كان في عقوبات على بعض آخرين ما كانش من ضمنهم جوميس حسب ما أعلم يعني حسب ما ذكرتي دا حقوله هذي الكرة رد هذي العقوبات إلى لجنة الانضباط والأهمة كابتل إن جوميس أصلا كان سبعتاشر ستة ماتشي الآلي كان في بداية سبعة نعم وطلع من ربطة الأندية بتاعت تنادي وآ تناشد لجنة الانضباط إننا طالل لعقوبات فلو كانت لعقوبات تلات ما كنا شفناها طيب خلينا نروح اللي بعده بقنا بنستنى حلقة التلاتة عشان بنستمتع شكرا يا مرو دكتور مصطفى حسان منور يا كابشبير وعلى نصور وحراس الأهل الغليين في انتظاركم سؤال لكم إيه رأيكم فيما يحدث من التحكم المصر من احتواء أصبح وكأنه شيء طبيعي وحق مكتسب وهل قدوم رئيس لجنة حكام أجنبي هيحل المشكل بدون اتحاد قوي يحميه جاوبنا طول الحلقة على هذا الأمر اللي بعد مروى جمال خليل بخصوص انطلاقة الدوري انطلاقة الأهل في الدوري انه فاز على سراميكا خمسة كان يقدر يكسب العين رأيكم في الكلام ده وليه أي إنجاز للأهل يطلعوا يقللوا منه ومع أي مكسب للزمالك بيطلعوا بطر وسام والله فعلا بعض الإعلامين خرجوا وقالوا ان سراميكا كلبطرة أقوى من العين الإماراتي فمستر كولر حاول يرد يقول لهم أنا أديت العين الإماراتي ثلاثة فالفريق الأقوى وكان عجبني إن كولر لأول مرة بنشوفها أو أتقل ليلة جدا في الدوري نشوفه بيسخن العيبة والشوت الأول شغال وبين الشوتين بيبدأ وبيغير ليه؟ لأن برضو زي ما اتقال على جمز اتقال على رمادي مدير الفني الفريق سراميكا إنه قدر يلعب جيم كويس مع مرسيل كولر فكان الرد في الملعب أكبر دي مدرب محترم اللي بعيد جمالكم تخطى الحدود وكلامكم أصمت المشككين فسفينة الأهلي تعبر طبحر طبحر المحيطات عبر القرات ولا يقفها عواصف ولا تزيزات فسيروا على بركة الله وأمنه وأمانه كابتن سعد فاروق نشكرك يا كابتن سعد كلام جميل أحلى من كلام فارس اللي بيكتبه كمان إيه رأيكم بتصريحاتها سمع بفتاح وياريت الرد ده أبو سيف أعتقد أنه ردنا بما يكفي اللي بعد سلام عليكم وتحياتي لفارس وأسامة لو حضراتك تشوف كمية تعليقات من أصحابنا هنا في السودية عن الأهل وجمهور وتحس بالفخر إنك أهلا والحمد لله على نعمة الأهلي مصطفى حفني حد عايز يعلق الحمد لله الحمد لله اللي بعد صابر مختار مسأخير كابتن مصر تحياتي للنجوم الأهلي فارس أسامة اللي أنا شايفه امتداد العمالقة عدل القيع وبرئيب المينيسي أحلى تحياتي لكل أهل سؤالي هو ليه ما فيش عدالة وحرية في لجنة العقوبات وليه ظلم الفرق على حساب الفرق الأخرى الديني حقي سواء لي أو علي أو علي وبس خلاص أعتقد إحنا قلنا إن الحل في اتحاد كرة ولجان مصابقات ولجان انطباط تطبق القوانين واللواقح دون أي اعتبرات دون موأمات دون تأخر وأتمنى دي تكون بداية والمواقف اللي بتحصل تكون آخر إشارة لإنقاذ الكرة القدم المصرية لأن شكلنا بوحشة وكابتن شبه إيه اللي بعد لو عايزت على أسامة بقول لي عايزة حميده سؤال مهم جدا إمتى حنتكلم في الكرة كفنيات ده ننسيت والله أنا حتى لسه برح حتجن ريتي أخوانا ورشل اندر لبريس فقال لي دكتور محمد العدل فأنا قلت قلت سيد درويش قال لي لا ده خلوا جماعة السؤالة لسه ما قلتوش قال لي لا ده الشيخ زكريا أحمد وغنها بعد كده سيد مكاول نرجع السؤال تانا عشان ما كملتوش تحياتنا لدكتور محمد العدل اللي احنا بناها تزديد يا تزديد مش قبولا الروح يعني مش مثال امتى احنا نتكلم في الكرة كفنيات مين أكتر فريق في الدوري عنده تزديدات على المرمى مثلا أنا تعبت بالأغمار اللي كلها أخناء ومشاكل تحكيمه وخلافه فكبت إن الله حميده بدأنا الحلقة بتقرير هي الكرة فيه صح وفارس ونسام علقوا على هذا الأمر إيه اللي بعد عماد أهلاوي أين اتحاد الكرة من الأحداث رد بسرعة في السخنة أين عقوبات الموسم الماضي رد بسرعة الموسم اللي بعد الجاي الموسم اللي بعد الجاي أين عقوبة الشيبي في الدرج في الدرج أين عقوبة مروان حمدي أعتقد حانا للجنة المسابقات أو اتحاد الكرة إنه هو يعلنها هي وربطة الأندية بما إنه قيل إنها تم التخسر أين عقوبة دونجا وشكبالا وجميز كل عام أنت بخير آه طبعا طبعا كل عام كل عام أنت بخير تمانية مارس إشارات بالرشوة للتحكيم منظومة المصارح اللي بعد أحمد أمين عمار يا ريتو أنت بتكلموا على التحكيم بلغوا الحكام إن في حاجة اسمها ضمير مهني عشان أنا أحسس إن ضميرهم في أجازة وفكروهم إن فيه أسرهم بيتفرجوا وأبنائهم ما ينفعش يزهروا كده أنا مش مع ده كابتن إحنا طول الوقت بنتكلم في مستوى حكم نعم ما نقدرش نروح لضمير حكم أو نوايا حكم أو يعني أمور شخصية متعلقة بالحكم نعم إلا إذا ثبت ذلك لكن أنا عايز أقول السلام فعلا للحكم صب مستوىك السلبي ومستوىك السيء والتصرحات التي تصدر والتسريبات التي تخرج هي اللي بتوصل إن الناس يكون عندها حق فعلا إنها تتكلم عن ضميره حاجة أقول بس خاطب هنا كابتن في كل الدراسات اللي بتقس كفاءة أي حد في أي مهنة نعم أثبتت إن سوء الإدارة أو سوء إدارة الشخص الموهبته أو سوء الأداء أسوأ من الفساد أسوأ من الفساد لأن نتائجه بتكون كارثية وما تقدرش تقول له أنت فسد فتستبعد هو أنا كده كلام محترم كلام محترم اللي بعد لو سمعتك أبشو بيري استضيفي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي ده إسلام إبراهي إيدي على كده ده أنا كلنا يا أستاذ نبيل هو صديق عزيزة نحن نلتقي قليل جدا بس هو أنا أستنع كمان أنا عاشق نبيل الحلفاوي من زمن الزمن من زمن الزمن ممثل عبقاري ممثل عبقاري ممثل عبقاري واللي يعرفه طبعا على المستوى الشخصي هذا إنسان نادر الوجود في أخلاقه ده حي في سركياته في احترامه والله أنا لحد قريب ما كنتش عارف أنه أهلاوي كده لا لا يعني أنا ما كنت أنا سعيد بحاجة كابتن شو بيري البعض ما بيحبش يجاهر بأهلاويته في الوسط الفني بالشكل ده نعا نتيجة التصنافات الجماهرية هو أهلاوي كما قال الكتاب لا أستاذ نبيل أنا كان عندي الاثنين الأهلاويات طوال قوي أو الثلاثة سلاح السعادين على رحمة الله أيها فارول في شاوي على رحمة الله من الثالث من الثالث من الثالث أسلمني بعد المتشاط وكان بيزعل جدا لكن هو بقى بالنسبة لي أنا بقى عمر الشريع آه طبعا عمر ده كان عدل الإمام مثلا عمر الشريف أحمد رمزي أحنا نراشد الكبتان شيوكار آه يعني كمان عمر الشريف سأل صوار عظيم قال لك الفطرة أصلا عمر الشريف لك صريح قال لك الفطرة أنك تكون أنت ليه ما تبقاش أهلاوي ديني سبب أنك ما تبقاش أهلاوي ثم بعد كده تكلم هذا صحيح ده هو كان جميل أنا قابلته مرة واحدة في حياتي يعني جميل جدا فإحنا نناشد الكبتان لأستاذ نبيل الحلقاوي يا ريت حضرتك تيجي تشرف مع كابتن شوبير وأنا وفالس هناخد فرصية نتفرج من الستوديو نتفرج من الستوديو نتفرج من الستوديو نتشرفه هو يجينا في يوم كده ونعمله احتفال عن مجمل أعماله والله ونديله أسكر الأهلي أسكر الأهلي أنا عارف الكابتن الخطير بيحبه كمان قده آخر حال يلا ده إيه ده دنا آآ الله نفسي أعرف الخطيب الأدب ده الأول كان بيقولك كيف اللقطة دي بوسي عامر آآ عامر بوسي عامر أو أمير صح كده يا غالبا عامر يا غالبا عامر بس كان يعني سري وبعدين ايه ماشي نفسي أعرف الخطيب الأدب والأخلاق كان بيقولك كيف اللقطة دي لأنك كنت بتستمع باهتمام شديد جدا أكيد كان بيقولي حاجة كويسة أكيد كان نصيحة لكن بيديني نصيحة وأكيد كان بيوجهني وكل الناس تعرف علاقتي بالكابتن محمود الخطيب وحبي واحترامي وتقديري ودائما والله العظيم يا فارس والله العظيم يا أسامة ويمين يا حسبني عليه ربنا أني ما سمعتك يا كابتن محمود في يوم من الأيام احنا مثلا ساعدنا نأصدر معه نقول كلمة نقول بتاع قسما بالله العليه العظيم في حياته مقال لفظ خرج من بقه على الإطلاق لا لصغير ولا لكبير كل الاحترام لما يزعل بس يعمل كده كده حتى ما يقولكش ما تكلمنيش أو ما مش عارف إيه يقولك ده مش كويس يعني أكتر حاجة مش قول ده مش كويس لم أسمع في حياتي أنا أخصمت يمين بالله أكتر من مرة لفظ ولا كلمة ولا سلوك قر كل احترام من كابتن محمود الخطيب هذا الرجل المحترم وما شفتوش الخطيب في التمرين اللي عايز يشوف موهبته في التمرين وما شفتوش وهو تعامله مع زملاته عشان تعرف أخلاقه وهو لم يحتاج هشتاج الخطيب بالأدب والأخلاق لأنه الخطيب هو يعني الخام بتاع اللي بيجيبه منه الأدب والأخلاق ترجمة نانسي قنقر